بنعرض لحضراتكم مشاهد لوصول بعض القادة ودعماء العالم للمشاركة في قمة السلام غدا ويمكن تابعنا مع حضراتكم منذ الساعة الأولى في هذا القصف الغاشم على أهلنا في غزة لقاءات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي واتصالات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إقليميا ودوليا لوقف هذا العدوان والحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني وما أدى إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومسألة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ممكن حضراتكم تابعته اليوم لقاء سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بريطانيا ريشت هناك وكل التصريحات الهامة التي خرجت من هذا اللقاء جهود كبيرة لدولة المصرية منذ الساعة الأولى تابع مع حضراتكم وصول الوافد الإماراتي للمشاركة في القمة غدا وزي ما كنت بقول لحضراتكم نهار ده رد الفعل الشعبي ده نتاج لللي احنا شفناه للمواقف يمكن من الحاجات الإيجابية فيما يحدث حولنا أنه كان فيه استفاف بمعنى الكلمة الأيام اللي فاتت ما كنتش تشوف حد عنده رأيين الكل كان شايف رأي واحد معارضة وقوة مختلفة الكل كان رأيهم واحد تجاه التحركات اللي قامت بيها القيادة السياسية المصرية تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية ودي نقطة مهمة جدا لاستفاف حول سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وحول القيادة السياسية في هذا الوقت الحارج نتابع مع حضراتكم على شاشة وصول الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس للمشاركة في قمة السلام غدا ولدعالها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وحتقام بالعاصمة الإدارية الجديدة هنتابع مع حضراتكم كل التطورات اللي بتحدث على الأراضي الفلسطينية وكل ما يحدث في جهود مدنية تقوم بها الدولة المصرية لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده نكمل برنامج التاسعة خليكم من طبق